السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس الجديد في هذا الدرس سوف نتعلم أو نتعرف على الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول في اللغة الألمانية تأنتشيط بين التصوير 1 و التصوير 2 في الدورتين شبكة شاهدنا في الدرس السابق أو الدروس السابقة الفرق بين التصوير 1 و التصوير 2 لكن أود عبر هذا الفيديو شرح هذا الأمر بأكثر وضوح وعن طريق العديد من الصور والأمثلة قلنا البارتتسيب 1 أي اسم الفاعل يعني بأن الشخص المقصود يفعل شيئا فهو فاعل في الجملة يفعل شيء يقوم بفعل شيء على العكس من ذلك يكون البارتتسيب 2 اسم المفعول شخص أو شيء غير فاعل لا يقوم بفعل شيء في الجملة يعني الشخص المنعوت لا يفعل شيء بالعكس من ذلك فعل به شيء ما أو أمر ما قلنا اسم الفاعل يتم تكوينه كالآتي نأخذ الفاعل كما هو ونضيف إليه حرف D كما نشاهد في الصورة مثلا من فعل شبيلن نشتق صفة شبيلند شبيلند وترجمتها تقول لاعب الطفل اللاعب يعني الطفل الذي يلعب على سبيل المثال على سبيل المثال قلنا بأن اسم الفاعل يمكن استعماله كصفة على سبيل المثال عندما تسمع هذه القولة فترجمتها تكون بالطفل اللاعب أو الطفل الذي يلعب الآن Das spielender kind الطفل اللاعب أو الذي هو الآن يلعب اسم المفعول كيف يتم تكوين اسم المفعول باستعمال particip perfect يعني نقوم بتصريف الفاعل في الماضي ومن ثم نحذف الفاعل المساعد ونستعمل das partizip perfect أو das partizip 2 فقط كما نشاهد في المثال ماخن في الماضي تكون hat gemacht نحذف ال hat ونستعمل gemacht واترجمتها تكون بالمفعول على سبيل المثال هداة التعريف eine اسم المفعول كصفة gemacht الاسم Übung Eine gemacht Übung الترجمة تكون تمرين مفعول أو محلول أو مخضوم يعني اسم مفعول يعني التمرين لا يفعل شيئا فعل به شيئ ما أو der gemacht Übung الترجمة تكون التمرين المفعول أو المحلول أو المخضوم لنشاهد الآن صور تبين لنا الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول قلنا اسم الفاعل يسمى participate واسم الفاعل هو active يعني فاعل يقوم بشيء لنشاهد واسم المفعول participate هو passive يعني غير فاعل لا يقوم بشيء بالعكس من ذلك فعل به أمر ما أو شيء ما نشاهد الصورة في هذه الصورة نشاهد فتاة تفعل شيء فهي فاعلة تقوم بشيء هي ترسم لذلك استعملنا اسم الفاعل participate vom verb مالا من فعل مالا ونقول يعني الفتاة الرسمة يعني فتاة ترسم الآن يعني الفتاة الرسمة هنا هنا في هذه الصورة التالية نشاهد لوحة لفتاة هنا الفتاة هي في اللوحة لا تفعل شيئا بل شخص قام برسمها لهذا السبب نستعمل اسم المفعول لأن الفتاة غير فاعلة نقول يعني الفتاة المرسومة يعني الفتاة التي يرسمت من طرف فنان أو رسام إلى غير ذلك لنشاهد الصورة التالية الصورة نشاهد امرأة وهذه الامرأة هي تفعل شيئا هي في تريد طبخ أو هي تطبخ السمك لذلك تكون جملتنا يعني الفتاة الطابقة التي تطبخ السمك الآن نشاهد الصورة التالية الأسماك الآن هي لا تفعل شيئا ونقول يعني الأسماك أو السمكة المطبوخة نشاهد المثال الأخير نشاهد شخص يقوم بدفع الفاتورة اشترى شيء ويريد دفع الفاتورة لنقول دا بتصالند من الرجل الدافع أو الذي يدفع دا بتصالند من يعني دا من دا جغادة بتصالت يعني الشخص الذي هو الآن يدفع شيء لكن الفاتورة تكون مفعول بها فعل بها شيء دي بتصالت غشنونك يعني الفاتورة المدفوعة دي غشنونك دي بتصالت فودا أتمنى أن يكون أشرح قد نال عجبكم لا تنسوا الضغط على الجرس والاشتراك في القناة ونشر الفيديو على أوصى نطاق وإلى اللقاء أعزائي في شروحات قادمة شكرا